شكرا لك دكتور سيف ونحيي المستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان والمشاهدين عبر تلفزيون سلطنة عمان نحييكم من هنا من مقر اللجنة الرئيسية لاستطلاع أهلة شهور الهجرية التي تجتمع برئاسة معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية والتي أصدرت بيانها التالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اجتمعت بعون من الله وتوفيقه مساء اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شعبان لعام 1444 للهجرة الموافق له الثاني والعشرين من مارس لعام 2023 للميلاد اللجنة الرئيسية لتحديد أهلة الشهور الهجرية برئاسة معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعضوية كل منه سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد القليلي المفت العام لسلطنة عمان سعادة المهندس خالد بن هلال بن سعود البسعيدي وكيل وزارة الداخلية سعادة الدكتور وائل بن سيف بن سالم الحراصي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فضيلة الشيخ محمد بن سالم بن محمد الأخزمي قاض بالمحكمة العليا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الستار بن أحمد الكمالي قاض بالمحكمة العليا فضيلة الشيخ محمد بن سالم بن دحمان النهدي قاض بالمحكمة العليا وذلك لتلقي ما يرد إليها من بلاغات عن رؤية الهلال لتحديد بداية شهر رمضان لهذا العام 1444 للهجرة وقد تلقت اللجنة ما يفيد رؤية الهلال عليه قررت اللجنة إثر دراسة تلك البلاغات ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام 1444 للهجرة وبناء عليه يكون يوم الخميس وغرة شهر رمضان المبارك لعام 1444 للهجرة الموافق له الثالث والعشرين من مارس لعام 2023 للميلاد وبهذه المناسبة الكريمة العطرة تتشرف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن ترفع خالص التهاني والتبركات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه ضارعين إلى المولى جل جلاله أن يعيده عليه وهو يرفل في أثواب الصحة والعافية ويمن عليه بألطافه وبركاته وعلى عمان الطيبة بالرفعة والعزة وعلى المسلمين جميعا باليمن والبركات إنه تعالى ولي كل توفيق وكل عام والجميع بخير ترجمة نانسي قنقر